بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن السبعة الذين يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من صحابته وأراد أن يذكرهم الآخرة ويذكرهم بمشاهد من البعث والنشور وكان من بين الحاضرين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحب في الله اججم عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان ورواه الإمام البخاري ومسلم ورواه أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن هذه المشاهد ما الذي يقع يوم القيامة القيامة هو أمر واقع وحتمي إنكم لتموتون كما تنامون وإنكم لتبعتون كما تستيقضون فنحن كل يوم نموت ونحيا الموت الصغرى النوم العميق هو موت صغرى ولما نصبح في الصباح الباكر هي بعث ونشور جديد لهذا نقول في السنة حينما نستيقضون النوم نقول الحمد لله الذي أحينا بعد أن أماتنا وإليه النشور مقصود الحديث أن يوم القيامة سيكون يوما مخيفا على الذين لا يؤمنون وهو يوم آمن مطمئن على أهل الإيمان واليقين فيه تتبدل الأرض والسماوات إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت مظاهر الكون كلها سوف تختلف وكلها سوف يقع فيها تبدل والشمس تدن من الرقاب بمقدار شبر والناس يبعثون على أرض لم يعصى عنها الله قط أبدا أرض بيضاء ناصعة طاهرة يجمع فيها الله تعالى الأولين والآخرين كم عدد البشر ملايير الملايير نحن الآن في الكوكب الأرضي سبعة مليارات وأما ما مر في التاريخ هو ملايير الملايير وما قد يأتي بعد عم الله تعالى لا يعد ولا يحصى كل الخلائق يحشرون حفاة عوراة غرلا غير محجلين غير مختنين مختلطين ذكورا وإناتا وكل يقول نفسي نفسي الشمس تدن من الرقاب بمقدار شبر هناك من يسل العرق إليه عند كعبيه ومنهم من يسل العرق إلى ركبتيه ومنه إلى حقويه ومنه إلى صدره ومنهم من يغمره العرق عرق كبير من شدة الانتظار إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقد قال الشاعر قديما افرح فسوف تألف الأحزان إذا شاهدت الحشر والميزان وسال من جبينك المسيح كأنه جداول تسيح مشهد مخيف ومرعب حقيقة هنا في هذه اللحظة ستظهر الكرمات وتظهر الرحمات على أهل الإيمان وعلى أهل اليقين منهم هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله قال سبعة وإن كان علماء الحديث يقولون بأن العدد هو أكثر من سبعة هو أعداد كثيرة وكثيرة لكن الله تعالى أردنا أن نركز على هؤلاء السبعة يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه الحر المفرط والشمس المحرقة والعطش الشديد وسنين تمضي وأنت وقف في مقامك لكن إذا كنت من هؤلاء السبعة فإنك ستستضل تحت عرش الرحمن ولن يصيبك أي مكره من هؤلاء السبعة؟ أولهم قال إمام عادل إمام عادل قد يكون حاكم من الحكام يحكم بالعدل بين الناس ولا يظلم وقد يكون مسؤول على قطاع معين مدير مؤسسة رئيس مجلس رب أسرة يعني كل من كان مسؤول على قطاع معين وكان يسعى أنه يحكم بين الناس بالعدل ولا يظلم فهو يسمى إمام عادل فالزوج في بيته وهو رب أسرة يسمى إماما عادل ومدير المؤسسة تعليمية أو إدارية يسمى إمام عادل في ملكه في ما يملك مدير الشركة أيضا ولكن الإمام العادل هو ينصرف بالأساس على نظام الحكم يعني قد يكون هناك دولة أو إقليم معين فيه رئيس يحكم بين الناس بالعدل لأن الله يحرم الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فالعدل قيمة عظيمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل مرتبة والإحسان مرتبة أعلى هذا هو أول من يكون من الفرقة الناجية إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله لماذا قال الشاب؟ لأن مرحلة الشباب هي ليست كمرحلة الكهولة أو الشيخوخة وأنت شاب تكون وسيم وتكون فرحاً نشطاً مقبلاً على الحياة حتى الهرمونات التي عند الشاب هي نشطة وحركية ومتواهجة فهو قابل للإشتعال قابل لأن يقع في الخطيئة بخلاف الكهل أو الشيخ الكبير هذا ما عنده مسوّغات لكي يقع في الخطايا فالشاب إذا كان مازال صغير ويصلي ويعبد الله ومتقي هذا سبحان الله ينال هذه الكرامة ربنا عز وجل ينجيه ويجعل له يوم القيامة ظلاً ظليغاً يحفظه الله تعالى من المخاطر للبعث والنشور ثم قال ورجلان تحب في الله اجتمع لي تفرق عليه يعني رجلان ما عندهم علاقات تجارية ولا عندهم أصهار ولا عندهم قرابات دموية ولا مصالح دنيوية هم تحب في الله كل واحد ينتمي إلى إقليم أو إلى منطقة ولكن تحب في الله هؤلاء هؤلاء ربنا عز وجل يكرمهم بماذا؟ أنه ينجيهم ويضلهم تحت ظل عرشه حتى قال صلى الله عليه وسلم قال إن لله أناس ما هم بالأنبياء ولا بالمرسلين يغبطهم الأنبياء والمرسلون من منازلهم من الله فقام أعرابي وأشح بيده يا رسول الله منهم؟ منهم؟ ففرح النبي الكريم بسؤال الأعرابي هم قوم تحب في الله تحب في الله لا على أنساب ولا على مصالح يعني بعض الناس يكون عندهم المحبة إذا كان ينتمي إلى حزب سياسي أو إلى نقاب عمالية أو إلى جمعية أو إلى دوار أو إلى منطقة محددة يعني عندهم علاقات منفعية لكن الحب المقصود هنا هو الحب في الله لا علاقة لك معه لكن تحب في الله لأنه يذكرك بالله ثم قال ورجل ذكر ربه خاليا ففاضت عيناه من خشية الله رجل يذكر الله تعالى بعيد عن الأنظار لأن هناك من يبكي أمام الناس وكأنه يتظاهر وقد يدخل إليه الرياء وهو لا يدري الرياء هو الشرك الأصغر أما غادى فقد ذكر الله خاليا دخل إلى بيته وأغلق عليه الأبواب ثم صار يقرأ القرآن ويناجي ربه فشعر بالخشية فدرفت عيناه هذا ربنا يعطيه للكرامة ويجعله من الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون أيضا يدخل في رحمة الله الواسعة وصدق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاث أعين لا تمسها النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين حارصت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله فالعين التي تبكي من خشية الله الله عز وجل يعطيها كرامة الظل يوم القيامة ثم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد المساجد هي بيوت الله النسوى عادة قلوبهم معلقة إما بالمقاهي وإما بالمطاعم وإما بالمسارح وإما بالملاعب أو أي شيء فيه الملاهي النسوى عادة هكذا يحبون الأسواق ويحبون الملاهي لكن هذا قلبه معلق بالمساجد دوما يتشوق لسماعي الآذان فتراه مهرولا إلى بيت من بيوت الله كل مرة تجده في مسجد يصلي ويركع ويسجد قلبه معلق بالمسجد هذا حبيب الرحمن أيضا ينال هذه الحضوة ويضله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه المتصدقون كلهم لهم أجر وثواب كبير وعرض لكن هذا بالخصوص عنده أجر مضعف لأنه لما يتصدق يخفي الصدقة هناك من يظهرها جميل أن تظهر الصدقة إذا كان غايتك هي أن تحفز الناس على العطاء وأن تنشر قيم الخير هي مطلوبة وأما بنعمة ربك فحدث إظهار الأعمال الحسنة مطلوب إذا يسنأمنا الأرياء لكن إذا أخفاها أراد أن يبقى الإخلاص بينه ومين مولاه ربنا يضعف وإن تخفوها هذا أجر أكبر فهذا الرجل حينما تصدق دائما يخفي صدقته ولا يعلم أحد أبدا أنه تصدق إما يعطيه وفي الخفاء وهناك من يسندها إلى غيره في بعض الصلحة يسندها إلى غيره قد قال هو تاجر كبير ثري يسندها إلى فقه من الفقهاء أو عالم من العلماء أو صار من الصلحة يقول لها أنا أريد أن أختفي وأنت تكفل وقل لهم هذه من من رجل من أهل الله أعطاها حتى يأمن هذا الرياء والآخر يأمن ليست ماله هو فقط غير وسيط ليوسع على الناس ثم قال في السابع رجل دعتهم مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين هذا السابع يعني إنسان هو وقع في إغراء وهذه المرأة ليست كأي مرأة إنها مرأة في غاية الجمال ذات منصب وجمال يعني عندها سلطة وعندها مال وهي جميلة جدا وهو قد أعجب بها يعني كل أمور مواتية للوقوع في الحرام لكنه ينهى النفس عن الهوى من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يقول ربنا عز وجل يسمعني ويراني وأخشاه فيتراجع تقول له المرأة هيت لك تهيأت لك كما وقع لسيد يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فالرجل الذي حارم نفسه رغم أن مرأة تدعوه إلى الخطيئة وهي الجميلة وهي دات منصب ومع ذلك يتراجع ربنا ينظر إليه يباهي به الملائكة فيعطي هذا الامتياز يضله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله هم ليسوا سبعة فقط الذين يضلهم الرحمن تحت ظل عرشه هم كتر أعمال كثيرة من أعمال البر لكن هذه السبعة بالخصوص أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إليها أننا نحافظ عليها هو في الأصل ينبهنا إلى القيم القيم الإنسانية العليا فالإمام العادل هذه قيمة العدل قيمة العدل قيمة عظيمة والشاب الذي هو نشع لعبت الله هذه قيمة الاستقامة وقيمة التربية الإيمانية وذلك الرجل الذي يخفي الصدقة هذه قيمة التواضع وعدم الكبرياء والخيالاء والعجب على الناس والتفاخر بينهم قيمة أخلاقية عظيمة الرجلان الذين تحب في الله اجتمع لتفرق عليه هذه قيمة محب أعلى قيمة قيمة محبة والمحبة هي ليست على طمع بل محبة لله وحده لا شريكة لا قيمة عظيمة والذي ذكر الله خاليا ففاضة عينه هذه قيمة الإخلاص إنسان مخلص وقيمة الخشية يخشى الله تعالى وكذلك الذي قلبه معلق بالمساجد هذا قيمة إيمانية روعة يعني حبه لله تعلقه بالله كلها قيم فنحن مطالبين أننا نزرع القيم في الدنيا حتى إذا ما انقضى العمر وانتقلنا إلى الحياة التي تنتظرنا حملنا معنا هذه القيم وسوف يجسدها الله تعالى مخلوقات قيل أن أحدهم في هذا المشهد المرعب المخيف يوم القيمة فر عنه العائلة والأحباب والأقارب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فر عنه لا أحد يقترب منه ليقدم له المساعدة إلا شيخ هرم مسن ضعيف مريض قال لي أنا سأكون معك قال لي مرحبا أريدك أن تغيثني ولكن أرك ضعيف وأرك نحيل وأرك متعب من أنت قال لي أنا عملك أنا عملك عملك الضعيف لقد أضعفتني لقد أنهكتني فلم أستطيع أن أقدم لك أي إغاثة أو خدمة في حين أن مؤمن آخر لما وجد هذا اليوم العصيب وفر عنه العائلة والأقارب والأحباب وبقي وحيدا جاءه مخلوق جميل قوي طويل عريض مبتهج قال لي أنا سوف أقدم لك ما تشاء قال لي من أنت قال لي أنا عملك صالح لقد قويتني لقد كنت تسقيني وترويني وهاء أنا دا اليوم أنفعك العمل الصالح يتجسد في المحشر بل ويتجسد حتى في القبر لما يكون وست في قبره وعائلته يضعونه ويرجعون وينادي ويحكم إلى أين أنتم داهبون بي أطابت أنفسكم أن تحت علي التراب راح العائلة والأولاد والأحباب وتركوا حبيبهم الميت في قبره وحيد هناك سوف يأتي له هذا المخلوق إذا كان مؤمنا مخلوق جميل يقول أنا أنيسك أبشر أبشر من أنت الذي أنستني إذا كان أولادي وأحبابي وأقاربي تخلوا علي ورموني هنا وحتوا علي التراب من تكون أنت يقولي أنا عملك الصالح فطوبى لمن عمل صالحا فيا أيها الأحب الكرام الدنيا ثانية وتسير بسرعة فائقة للوصول إلى النهاية لكي ننتقل إلى الدار الآخرة علينا أن ننتبه انتبهوا أيها الأحباب الكرام ولتشغلوا أنفسكم بالدنيا وهمومها ومشاغلها خذوا منها ما يكفيكم وركزوا على العمل الصالح الذي ينفع غدا يوم القيامة الذي نسأل الله أن لا يكون فيه لا خزي ولا ندمة نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا أن نستقبل مكلماتكم نبدأها من الرباط معنا للا أمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجلسك بمؤخرة سيدي عنده جوج أسئلة سؤال الأول بديتي في المقدمة بيان الرجل إذا دعتهم رأى الرجل إذا تصدق رجل لأن العيالات تبرطي صدقوة العيالات كيدعوهم الرجال كالكلمة دي الرجل كالطابق على المرأة وعلى الرجل كلاهما ولا غير الرجل بوحده نعم والسؤال الثاني اللي يخليك من الفرق ما بين الصدقة والسحة نعم صدقة مثل سامير قال الله تقتل عنه زيدا إنه سخي والله يحب الأسخية والسحة يشفع لصاحبه يوم القيامة نعم كل الفرق ما بين ما بين السحة والصدقة وخلال لبي إذن للأمينة جزاك الله أفخير جزاك الله بخير سيد الله يجزاك الله بخير وشكرا لصاكم كله العفو لله بارك الله وفيك للأمينة والجواب فعلا ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر كلهم رجال كلهم رجال إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجل تصدق بصدقة رجل ذكر الله ففضعيناء رجل قلبه مع المسجد رجل دعته مرأة يعني كلهم رجال هل المرأة ليس لها نصيد أبدا اللغة العربية هي من قواعدها أنه إذا دكر عمل فيه رجل ينطبق على المرأة إلا إذا كان على وجه الخصوص فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام فليس هناك فرق من رجل والمرأة إلا ما كان بالخصوص كأن تكون مسألة علاقة بالإنجاب علاقة بالولادة علاقة بدم الحيد هذه أمور خاصة بالنساء فإذا دكر في اللغة العربية رجل أو امرؤ فالمقصود به ينطبق على الرجال والنساء سواء حتى المرأة كنا المرأة العادلة وكنا المرأة الشابة نشأت في عبادة الله وكنا المرأة التي دعها رجل دو جمال ومال ومنصب فقالت له إني أخاف الله رب العالمين وكنا المرأة التي ذكرت ربها خالية ففضت عينها من خشية الله وكنا المرأة التي قلبها معلق بالمساجد وكنا المرأة التي تتصدق بصدقة فتخفيها حتى لا تعلم الشمال وما أطفقت يمينها فالمسألة هي تشمل الرجال والنساء لأن ربنا عز وجل سوى بينهم أما قضية الفرق بين الصدقة والسخاء الصدقة هو عمل يتقرب به العبد إلى ربه حسب قدرته لكن السخاء هو درجة عالية من الصدقة السخاء هو هو البدل والعطاء بغزارة هذا كان من العدل والإحسان العدل هو مقام قيمة العدل لكن الإحسان هو مرتبة أعلى كان زيد في العدل وأحسن كذلك الصدقة هو واحد العمل الرفيع لكن السخاء هو زائد الصدقة كتعطيه وبغير حساب مثلا لما أحد الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وجد عنده وعد من الغنم سيد النبي في أول عمره كان فقير في آخر عمره مع التجارة والعمل الله تعالى أغنى فلما رأى ذلك العرابي هذا الوادي من الغنم غنم كثير تسأل لمن هذا الغنم فقل له لمحمد النبي فتعجب قال هل أنت نبي وتملك هذا الوادي من الغنم قال هل أعجبك قال يا أي نعم أعجبني قال خده فهو لك فتعجب الأعرابي قال والله هذا هو خلق الأنبياء في الأول ما صدقش بأن النبي كن عنده الغنم يكون تري الأنبياء يكونوا فقارة هذا لماذا عنده من لكن لما قال هل أعجبك خده فهو لك تأكد بأنه نبي لأن في السخاء فذهب إلى قومه وقال يا قوم إن هناك ببلاد العرب نبي ينفق ولا يخشى الفقر يعطي بسخاء السخاء هو صدقة متى كان عندك الوادي للغنم شو أحطلب منك صدقة تعطي نعجب ولا جوج هذه صدقة لكن تقول يخذوا كامل هذا سخاء فهي مرتبة علية تتسفو بها الأنبياء المرسلون الأولياء واللي يزهد في الدنيا ومثلي بأنها كلها لا تسوي شي فهذه مرتبة لا يعطيها الله إلا لمن أحبه من خلقه حفظك الله وراعك للا أمينة نتحول إلى يمولي بوسلهام معنا للا فاطمة الله السلام عليكم عمي وعليكم السلام ورحمة الله بنتي الله يبرفك للا عمي بغيت بغيت نشكر وحد الإنسان رأي تعاون معنا في المزيد وبقى إن شاء الله لكان شي محسين تعاون معنا رباقا ما زلنا ضالينا في المزيد الله يتقبل يا رب في محسين إن شاء الله يا ربي وبغيت تدري الدعاء واحد واحد الرجل عمنا وحي عدنا هنا يتعون معنا واحد الباراكة وبغيت تكبيل الدعاء إن شاء الله بنتي فاطمة إن شاء الله إن شاء الله وكشيرا بشكرك وسمعوني إذيك الناس أجدويت معاك وكيد دعوا معاك والناس بزيف هناك تسلمتوا عليك جزاك الله ألف خير جزاكم الله جميعا وكن شكرككم على هذا البرنامج وكن شكور ميد راديو كاملة ودعيم على الواليد ودعيم مع جميع المسلمين إن شاء الله وبغيت من المريض يالك الخاصة عمي الله الحمد لك وخبنتي فاطمة أنا عندوزك للستوديو إن شاء الله يعطوك الرقم بإذن الله في استندر بإذن الله فاطمة الحمد لله أهل الخير تكونوا هنا وهنا وهناك ربك يسخرهم سبحان من سخر هذا لهذا وهذه الناس لسعدكم هما في ظهر الغيب تصدقوا بصداقة فأخفوها حتى لا تعلم شمالهما أنفقت منهم نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يخلفها لهم بالعشرات والمئات والألاف والملايين وأن يكون يوم القيامة تكون لهم شفاعة وتكون لهم ظلا ضليلا في عرش الرحمن وجميع الناس اللي كيتساعدوا بعضيتهم هنيئا لهم اللي كيتساعد راه هنيئا له راه اللي عنده السخاء واللي عنده العطاء خصوصا هالناس اللي كنسمعولهم بعد مرات كلي مكفوفين لديهم إعاقات لديهم عملية جراحية إنسان غريد دعي الله تعالى راه يسخر له راه يسوقه إليه الله سوقا الله يسوق بعض الناس بعضهم لبعض يعني بلا وسيطة بلا ما ندخل في الوساطات أنت أنت دق الباب من يتحتاج أحسن طريقة بلا ما تلجأ الوساطات هذا عاوني هذا دليا هذا فعل هتفقى فوحة دوامة أحسن طريقة باش تصل المطلوب ديالك هي كأنك غتستيقظ في جوف الليل والناس نيام كيتسمى وقت الغفلة وغت توضى وتصل ركعتين خاشعتين وتطيل السجود وتناجي رب الوجود يا رب إني فقير فاغنني وإني مريض فشافني وإني كده وكده لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من صاحب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هذا كتسمى وقت الغفلة الناس ناسين للعاقل والراشد والحكيم اللي بغى شي حاجة واستعصت عليه رأى الطريقة سهلة مهلة وهي أطفق قبل الفجر وتبقى تناجي المولى عز وجل اليوم وغدا وبعده احتى قد تشوف العجاب العجاب أسأل الله تعالى أن يجازي الجميع خير الجزاء وأن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم نتحول إلى إقليم مجدة معنا للا سميرة أهل والسلام عليكم أخويا الدكتور وعليكم السلام حياك الله يا مرحبا الحمد رب نشكوه ولله الحمد رب والحمد الله يا أخوي يتمنى وتكونوا ديمة لاباس وجميع الناس يكونوا لاباس أمي واتلبوا الله يترجع لجميع المسلمين يترجع لهم ربي سبحانه هذنهار لعبين يتلبوا الله الواحد الآحد يا ربي يا كريم شوف يا أخوي يا قريبان أنا بغتتنسولك على واحد سؤال واحد من الآيان صورة كوير أي يقول يا ربي سبحانه وما صاحبكم بمجنون لا ما هو إلا قوله رسول كريم نعم يعني سبب النزول صحة يعني قوله رسول أنا سيدنا جبير عليه السلام نعم ولكن تكون صاحبكم بمجنون نعم هذن الآيان بغتتنسهمها وعطني الله وعطني النمر ديالك الخاصة الله يخليك بغتنسولك وخلال بإن الله ملجزك بالخير والله يفرحك بارك الله وفيك أنا عنده وزيق الستندار إن شاء الله وغليكن تواصل بإن الله شكرا لك على هذا السؤال وجه هو التأمل والتدبر في كتاب الله وأعظم العبادات وأنت تقرأ دوما تأمل فيما يقال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين هذه تهمة تهم بها الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي الكريم في الأول كان راعي الغنم وكان يتيم وكان لا لا يخالط الناس في في تقاليدهم وأعداتهم لي من أمر الجاهلية كان يعتزل وكان يدهب إلى غار حراء ويتأمل ويتدبر في هذا الملكوت ويتساءل من خلق هذا الوجود حتى كان يقال محمد عشق ربه وبعد فترة وقف أمام الناس لما قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر جمعهم وقال أيها الناس لقد تواصل معي ربي يعني هذا كلام كبير أي واحدة ما الآن جاء عندك قال لك نا اتواصل معي يا ربي قد تقول لي اشنو الدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الدليل أعطاه الله البرهان ما هو البرهان هو القرآن الكريم لأن العرب معروفين بالفصاحة وبالبلاغة وبالبيان وعندما يسمى بالمعلقة السبع لهي أعظم شعر قيل في التاريخ كان يكتب على رق الغزال بماء الذهب وكان يعلق على أسطار الكعبة وكان الناس يفتخرون به كلام عظيم وقوي منه مثلا قولهم ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى تحل بالماء تزبدي وكرّي إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى دي السورة المتوردي كلام هكذا قوي عند العرب فلما جاء القرآن تحدّاهم وقال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضغيرة ثم قال لهم إيتوا بعشر آيات من مثله مفتريات ثم قال إيتوا بآية واحدة آية واحدة ما قدروش وأصغر آية هي الكوتر إن أعطيناك الكوتر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تحدّهم ولم يستطيعوا لكن العرب ماذا قالوا قالوا عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا شاعر في الأول قالوا هذا شاعر إنه يتقن اللغة رغم أنه كان يخفيها عننا ما البعض قالوا لا إنه كاهم نعم هذا كاهم هذا كيتكلم على الروحانيات وكيتكلم على عالم الغيب إنه كاهم ثم قالوا لا هذا صاحب زعامة هذا يبحث عن زعامة سياسية ليحكم الناس ويوجههم يعد والرئيس والحاكم ثم آخرين قالوا لا لأنه مجنون خصوصا لما وقعت وقاعة الإسراء والمعراج قال لهم بأنه دهب من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين يسمى إسراء ثم أعرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى سبع سماوات انطباق كلها اقتحمها إلى أن وصل إلى السماء السابعة إلى أن وصل إلى مقام مقام قاب قوسين أو أدنى ثم وصل إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعيد ثم وصل إلى مقام الحضرة الإلهية وهناك كلمه ربه تكليما ورأى جبريل ولقد رأاه بالأفق المبين رأى جبريل عليه السلام فلما عاد رأى على صورة الحقيقية ورأى الملكوت الإلهي فلما عاد وقال لهم رأيت ورأيت ورأيت قالوا إن هذا لمجنون هذا هو الجنون الحقيقي بعضهم قال لا إنه كان يحلم هذه رؤية منامية والبعض الآخر قالوا هذا حمق وجنون ولهذا وقعت ردة أول ردة تقع في الإسلام هي في وقعة الإسراء والمعراج بعض نسي الله آمنوا ثم ارتدوا لماذا قالوا إنه لمجنون فاتغموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون الآن الآن أكبر عقلاء العالم في جميع تخصصات العلمية في اللغة في الأدب في الشعر في العلوم البحثة كيمية فيزياء في الطب في علم الأجنة في طبقات الأرض طبقات الجو في علم الذرة والمجرة كل العلماء في المنطق الرياضي والفيزيائي كلهم يخضعون لعظمة القرآن الكريم ويعلمون بأنه كتاب رب العالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن الله ولم يكن مجنون سيدنا النبي كان يتأثر بهذه الكريمة لما قالوا عنه مجنون تأثر ويقول الله تعالى الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجرا غير ممنون ما تقلقى تسمع لهم قلقى النقد النقد موجود الكلام الجارح ما تسمع لهم وده بالآن كلام القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة يعني العقلاء الكبار يخضعون أمامها يعني غير آية قرآن محدودة إلى قرأتها مشيكها القرآن كله غير آية غير غير وحد أربع خمس آيات تعلموا بأن نفع الإعجاز أي كلمة معجزة أي كلام معجز أي كلام ما لكم إذا قل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ثاقلتم إلى الأرض هذاك اسمه التصوير الفني هذه الكلمة ثقيلة قال عنها سيد قطب رحمه الله في ذلك القرآن قالك إنها لتزين طنا من الأثقال والناس عارفوا بأنها غير كلمة عاد عارفوا المعنى ديالها لما الإنسان بغي خرج من الغلاف الجوي كيلقى بأن هناك ضغط الجوي على الصدر لقف الصدري وكلام عظيم هذا كلام عظيم في كل منطقة كل كلمة قرآنية إلا وفيها دلالات وعبر فنفى الله تعالى عن نبيه كلمة الجنون خصوصا لما كان يأتيه الوحي لما كيجيه الوحي كان يسمع له مثل أزيز المرجل أو أزيز النحل كيتم جي عنده جبرايل كيسمعه يقوله النبي يوحى إليه من اللي كيكون هناك شي جدال أو كيكون شي نقاش وكيبغيج الوحي سيدنا النبي وقف حتى كيسمعه الصوت ذيك الساعة سيدنا النبي كيبقى عليه بحلة واحد نظرة كيبقى عنده يبقى يشوف واحد تشوف عميقة كيقوله ماذا أصابه صرع أصابه صرع ذيك سعر بل جبرايل عليه السلام وجاءه بالوحي الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وكان كيجي الوحي ثم بعد لحظة كيعد كله عرق يتصفض عرقا ثم بعد ذلك يقولوا أسري عنه هذه الأعمالية كتجي ثلاثة ثواني أربع ثواني كتجي الحالة ومن لي كتمشي الحالة كيبدي يروي يروي القرآن كيبدي يقول آيات قرآنية كثيرة كلام معجز بحال مثلا ذلك المرأة اللي قتلي يا رسول الله إن زوجي قد تزوجني وأكل شبابي ونطرت لهما في بطني حتى إذا بلغ مني العجز الظهر مني أتره قد طلقني قال نعم طلقك يا رسول الله كيف طلقني ونا عندي معه أولاد إن ضممته إلي جاعوا وإن ضممته إليه ضاعوا يا رسول الله قال لا لست أدري ويجي لوحيدك للحظة قالوا أسكتوا إن النبي الآن يوحى إليه كتجي بحلحة سرع ثلاثة واني أربعة واني قالوا النبي الآن أسري عنه تدفس السعادة وقال أين المرأة قالت ها أنا دا يا رسول الله قال يا خويلة لقد أنزل فيك وفي صاحبك قرآن فنزل قوله تعالى من سورة المجادلة أو المجادلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وجاءت الآيات القرآنية عظيمة في ثلاث دقائق أو ثلاث تواني جاه الوحي خرج منه هذا الكلام العظيم هذا الكلام الآن معجز إحنا كنا نلقوا بأنه غير نص قانوني إلا بغينا يصدر في البرلمان إحنا مجاليس ودوريات ونقاشات وحوارات وإحنا الدباجة والكتابة وعيد الطباعة باش في الأخير خرجونا واحد نص قانوني ونتفق عليه أما الكلام لعظ في ثلاث توانيك ينزل أهي قرآنية تتلى إلى يوم القيامة ولا زال الناس مندهشين في عظمة القرآن وجلاله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت أعين الله فصلاوات الله وسلامه عليه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته الله اليقين نتلب الله سبحانه وتعالى في اليوم المعظم المكرم أن يرزقنا شفاعة النبي اللهم رزقنا شفاعة هذا الرسول اللهم يا رب سقنا شرمة ماء من حوضه لا نضمأ بعدها أبدا اللهم يا رب اجعلنا من جلسائه يوم القيامة وارزقنا النظر إليه ياد الجلال والإكرام اللهم يا رحمن الرحيم نسألك أن تفرج الهم عن المهمومين وأن تنفس الكرب عن المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا المغرب وأن يجعله فيه السخاء وفيه الرخاء وفيه الإزدغار وفيه الرحمة وفيه المودة وفيه التراحم ونسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية جمعة وأن يجعلها خير أمة أخرجت للناس ونسأل الله تعالى أن يكون وليا ونصيرا لإخواننا في فلسطين نسأل الله تعالى أن يحقن دماءهم وأن ينصرهم على من عداهم نصرا مؤزرا نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا في فلسطين ونشيد بالموقف الملكي السامي لأمير المؤمنين الذي استنكر بشدة ما وقع فيه بعض المتطرفين الذين أساءوا في ليلة الأمس ببيت المقدس الطاهر دنسوه وأساءوا إليه وقد وقفت المملكة المغربية موقفا عظيما وشغما واستنكرت بقوة هذا الفعل الشنيع نسأل الله تعالى أن يوحد المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يقوي شوكتهم وأن ينصرهم على من عداهم ونسأل الله الكريم في يوم الجمعة أن يرحم أموتنا أجمعين اللهم ارحم أموتنا اللهم يا ربي اجعلهم في قبورهم آمنين مطمئنين اللهم يا ربي واجعلهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اصلح أولادنا وبناتنا اللهم اصلح بين الأزواج والزوجات اللهم ألف بين القلوب اللهم يا ربي يا كريم يا فالق الحب والنوع اعطي لكل منا ما نوع وفوق ما نوع وتجاوز عنا خطيانا يا رب وقد جمعتنا على آثير هذه الإدعاء اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي مينا ومزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم